تحية وسلاما تحية حب وتجديد عهد وشوق كريم مصون إليكم واحترامة السادة الأفاتارات في كل مكان أهلا وسهلا ومرحبكم كل الناس الذين يفاتحين البثل المباشر الذين داخل السودان والمغتربين كبار وصغار أولاد وبنات أبهات وأمهات مرحبكم جميعا الناس الوقفين في الصفوف أيضا الفاتحين البثل المباشرة والناس الراجبين في عرباتهم والناس الشغالين والحتي تلقوا بعد انتهي كلكم على أي حال مرحبكم شديد يا أخي وسحياكم الله عوض الشامي عليكم السلام أبو شفق حييت حييت أهلا عيسى وتاج سراج وأيضا عاطف أرون الهمباتي والدلبطانة يعقوب داود والبيلو عمار بكر وكذلك أيضا مجموعة والدحمة وعبد الرحمن يعقوب وخليفة محمود التعليقات كثيرة شديد لو حاولنا مثلا السيدة الأولى التعليقات فنحن في بداية التعليقات بتكون مئات التعليقات يعني مثلا الناس فتحوا البس فبيرسلك التحايا وكذا ما هنقدر نجرام كلهم لكنهم في رأسنا وفي القلب وإن شاء الله نعمل لايفات أكثر في الفترة الجاية نتكلم نفتح مثلا التعليقات ونتواصل مع الناس طيب الصوت لو عندكم واضح الناس تعمل شير بأكبر كميات ممكنة إذا كان عندكم الصوت واصل تماما وإذا كان الصوت واضح تماما إذا الصوت عندك أو عندك واضح علق معنا بتم أو ملصق الناس تعمل ملصغات مشاركات طيب الأحداث السياسية كثيرة شديدة نحن نختصر لايفنا دا على نقاط سريعة الأحداث السياسية كثيرة شديدة والمؤتمر الاقتصادي دا اللي تعمل الليلة مع كلام البنك الدولي بكم مع إن بقيمة كويس أن نحن دائما طبعا يعني هناك ناس بحب السوقوس واغا بتحب إنه يسوقوا السوقوس واغا يعني إخادعون مسأني قولوا لهم بس والله إلا خلاص والمؤتمر دا حيبني السودان وكذا والناس تصدق وإذا قلت تساءل أو قلت الكلام دا ما حيحي المشكلة بيقولوا لك انت متشائم انت محبط انت دارين تنشر لحباط ناس الليفات هوين العمل اللي يحبط له وينه وانت كده يعمل حاجة أول حاجة خلي همك الوطن كجحاتي أول شيء بلاس بجاحة يعني ما تدمر الوطن وطي يتكلموا دارين تحملوا النشطاء وغيركم الأخطاء دا تتحملوه انت ديلك أحزاب سياسية انت بتتحملوا الكلام دا الناس تعمل شير يا جماعة بأكبر كمية الناس تعمل مشاركة كلمة مشاركة أسفل الفيديو تحت تلقاء مكتوبة مشاركة بالعربي دوس عليها بتظهر جميع جروباتك اعمل مشاركة في أي جروب جروبين ثلاثة خمسة بسرعة وخليك متابعة اللايف كل عشرة ثواني أو أجلة كويس الناس كذلك تعمل معانا لايك تعمل ملصغات طيب الأحداث كثيرة شديد وكثير من الناس ما زالت بتقرأ الأحداث بصورة خاطئة والزولة اللي يقرأ الأحداث بصورة خاطئة أنا شخصيا عندي أفضل من المفكر في كثير من الناس ما عندهم أي عغول بالمنافسة أو عندهم عغول كده بئر معطلة وغصر مشيد في همتا يعني قل لك شيء فان قلت لبئر معطلة هذا ما يبيع في همتا تقول لي سيد نيوزيف جدعوين زواني قلت لك والله يجدعو في البير أما بير جب كويس ربنا قال جب وفي هاية تانية قال بئر في همتا الجب براه والبئر براه وذلك بئر قرارة بعيد كده في همتا عميقة لتحت أما الجب أقل شوية وتجمع فيه مياه الشتاء على أي تحت الأحداث الآن كثيرة يعني حاصلة قدامنا في الساحة السياسية كان في مؤتمر اقتصادي الليلة تصريحات كثيرة كلام كثير خلونا نمسك النقاب المهمة والسريعة لحظة لغاية اللحظة نحن بنتكلم فيها للآن ما في زول عارف المصير بتاع التعشر نفر اللي مسجونين تحت الواطة في بيدروم تحت مبنى استخبارات الدعم السريع كويس استخبارات الدعم السريع كويس طيب حقيقة نحن الموضوع هذا تكلمنا فيه الصوت الواضح الناس توضح لنا تكلمنا فيه كثير جدا كويس حتى أنه في ناس تحت الواطة وما شايفين فيه اهتمام رسمي لسا ولا شايفين نشاطات الحرية والتغيير اللي بيطبلوا لأكرماتهم وللصواق تضيع البلد دي ها ألا ما بيهتمون بقضاية الناس تحت الواطة بيرغبوا حمدتي ما بيقدروا يتكلمون عنه في إمتاق نحن بنتكلم عنه نحن من داخل السودان أنا بتكلم عن الكوادر والهوانات ما بتكلم عن العموم كويس من أمس لليل حمدتي بيقدر يخلص من مدير الاستخبارات بأي طريقة ويمشي له في الكوبر يودي له التغارير ما يقابلوا يرسل العسكري يقول لهم مافي وكلام كثير شديد في إمتاق بيقدر يتخلص من القصة يا سيحي احتار والمعلومة دي وصلت كيف في إمتاق احتار والمعلومة دي وصلت كيف لا ليس لما قالت لكم وانا عندي أشوش يا جماعة أنا متعاقد مع أشوش هيا رأي في إمتاق أشوش أكون نايم بالديني بيقول لي تشك 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 بيقول لك تشك 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 تسكي تسكي في إمتاق يعني رأي شخص من الجميع تمشي في إمتاق بي تشك 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 بيقول لك ببعض هذه القصة دار خلاص منه لكن الموضوع هذا أيضا مهما كان بدين حمدتي ويجعلون مضوء ويجريمة تاريخية الناس الذين يتمرقون ويجعلون منه يجعلون تهددون في أسرهم ويقولون أن أسرهم المفترض يتحدثون ويجعلون تهددون ويجعلون أن أفكهم لكم في اليوم الجاد جيد ولكن لو تكلمتم ممكن أن أعزيم في همتها هل من يجعلون أن يحبون أخوة في أسر الناس المعتقلين هذه نقطة أولى نجح على جسة التصريحات والمؤتمر بالليلة نحن يا جماعة بلغنا درجة من الرزالة يعني أمثال حمدوك وأمثال القحات الفشلة في حياتهم عموما في همتها يعني حمدوك ممكن يكون جامع ألف شهادة أنا لا أشكك فيها أبدا في همتها لكن فاشل على الصعيد الميداني أيضا والإداري في همتها زول زي حمدوك بيجيبولك رئيس وزراء زول زي عباس مدني بيجيبولك وزير صناعة زول زي كرمطون بيجيبولك وزير صحة ويغشوكي كله قال المافيا هو أكبر مافيا الله خلاجه قد خليه وريني المية تلف دولار دقصت على عيتي حال الكلام كتير كويس وما كان داريس سيسوي شركات دو لنفسه هو وللحزب الشيوعي أكرم الطوم العاملين بيو كان يزعاج نحن كشفنا وتكلمنا عنه من أول يوم لغاية ما في النهاية ذهب إلى مزبلة التاريخ كويس الآن عباس مدني في الطريق رئيس الوزراء عبدالله حمدوك يتكلم واحد من الناس يقول فوق يقول له يا رئيس الوزراء المشكلة دي سببه وزيرك ده الوزير بتاعك مدني عباس أو وزير الصناعة هو السبب في التجارة هو السبب في الكلامنا في الأزمة الحاصلة الآن أنا توقعت قلت شيله من ضمن السبعة ووزر الشيلتهم صح ده كلام الزول يعني حتى الفيديو أنا رافع هنا في الصفحة دي ذاته قبل اللايف ده رافع موجود كويس قال له الكلامنا الرد بتاع حمدوك شينو كان الرد حمدوك كان كيف قال له شينو في الكلام ده الرد خانع خانع وضعيف ورد بتاع ذول منكسر ما استحق شفته يولوه على طبليع راسماله مية جنيه فيهم تخليك من يجيبوه رئيس وزره يا أخي ده ضرب كلام الشارع عرض الحائط فيهمتا طيب رد له قال له نحنا وزرائنا بيشتغلوا 25 ساعة وقال له بيجيفوا في الصفوف يوقفك الله بلى رأس يوم الغيامة يا أحمدوك ده يات وزيرا قاعد يجيب في الصفوف ده ورينه يا كذب انت رئيس وزره كذب خلاص تعال ورينه الوزير اللي قاعد يجيب في الصفوف دمنه ده طلع صورتك ده طلع دمنه الوزير اللي قاعد يجيب في الصفوف انت بتلعب على الشعب السوداني ولا اشنا هان شيوع الهوان قال الوزراء بيجيبو يا أخواننا أمهاتنا وأخواتنا وجائراتنا وجائراننا الشعب السوداني ده من مختلف فئاته رجال على كبار على الصغار بتلقى موقفينه ساعة دين ثلاثة صباح للعيش الشعبي هو الواقف الشعبي هو الكرعينه تسمرت هو جاته رطوبة هو الشعبي هو جاته روماتويد في امتى؟ الشعبي هو الأصابات الميلارية والضعف المناعة الشعبي هو البقاء يعني لو جاته نزلة الأكلة في جسمه ذات ما بوفر له مناعة تحميه ممكن يكون في امتى؟ أنا احنا في الحالة دي بيجي حمدود بيضحك على الكلام ده بتضحك على شنو تضحك بلسنون ان شاء الله يا أخي زي ما تقولوا حبوباتنا زمان تضحك بلسنون ان شاء الله يا أخي تضحك في شنو بيضحكك شنو الرخيص ما عندك قيمة بيضحكك شنو الزول قال ليك وزيرك ده فاشل فاشل لأنك إنت زادك فاشل أنا اتمنيت لو الزول ده زاد وكان قال ليك إنت الفشل الحقيقي يا أحمدود الزول جانا صح ليك شوف يا أحمدود قشان تعرف نفسك فاشل وما عندك قيمة ليأتو درجة من الدرجات سيدنا عمر رضي الله عنه أنا بتكلم عن سيدنا عمر يا هوان في إمتى سيدنا عمر رضي الله عنه الفاروق لمن بتكلم في قصة المهور وهو في المنبر فوق وقال إنه الرجال ما يدفع للنساء كثير من المهر ودفيوا بزار كده يعني مش قامت امرأة من آخر الصف في فتصا وقفت فوق قالت ليش كوناك لله يا عمر كويس قالت ليه ما لك ولنا ما لكم المدخل في موضوعنا نحن يعني بتتكلم إياه كنساء مجموعة النساء قال ليه هيا أخذ فيه بزار كده قالت ليه ربنا قالوا يعني إن أتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذوا له بهتانا أنه يثمنوا بينا ربنا قال قنطارا إنت مالك ربنا قال لو وديته قنطار معناه ما حرام عليك الله خلونا كده سيدنا عمر قال أخطأ عمر وأصابت امرأة لأنه سيدنا عمر شخصي قوي شخصي مؤمن بيعترف بأنه أخطأ بيطلع بيقول أنا أخطأت في إمتى بيعتذر للشعب في إمتى بيقيف على قضايا الناس بيتهمهم هموم الناس اللي بتدعو عليك يا حمدوك اللي بتدعو عليك على حكومتك في إمتى سيدنا عمر رضي الله عنه الموغف قال أخطأ عمر وأصابت امرأة لكن لأنك انت مكسور وضعيف وفي تلاعب في شهاداتك الرسمية والشيوعي الماسكين عليك الكلام ده كملف في إمتى كملف خلاص القصة دي مهمة جدا كويس القصة دي مهمة خالص خالص كويس قصة إنك تضيف حاجة ولا تنقص حاجة في شهاداتك الرسمية ده كلام خطير جدا يعني يقول زور رجل سوزر بيدعي الأمانة وبيدعي الصدق في إمتى انت بتفتكي ناس يا حمدوك كما متأكد من الكلام ده بقوله انت بتعتقدين منه قاعد في الخرطوم قاعد في السودان بيقدر يقوله لو الكلام ده كضي ما بقدر أقوله يا سهل في إمتى عديل كده أقول لك الكلام نحن نقوله ده عارفنه عندنا ما يثبت ومتخلين يتقصوا إجراءاته حاجة ما متأكدين منها ما بنقوله في إمتى النقطة الأولى حمدوك بضحك وبقول الوزراء واكفين في الصف الأيام كلها داليا توزر داليا توزر يا حمدوك هيبا اللي يتصوير بالتلفون في المطار لما جابون بيو مش أهوة لواحدة ثانية ما عبد الرحيم عبد الرحيم عبد الرحيم عندما كان شائل تلفون وبصوير كده نحن ضحيقنا فيه طيب لأي لا دقيقة الكيزان كانوا بسوئوا شنود اللي يسوئوا شنود نفس اللكاكة والهباء كده ورينة من هو وزراءك القاعدين يجيبوا في الصف مفرح مفرح اسم على مسمى فرحام بعربيته فيمتى وزراءك من هو القاعدين يجيبوا مع الشعب يا كذاب يا ما صادق انت تحرش تقول يمشي يطبعوا مع إسرائيل وذي يتكذب دال الناس اللي يطبلوا لحمدوك ودارين يقعدوا تحت نعالوا هنيئا لكم هنيئا لكم هذا المقام كويس اللي يطبلوا لحمدوك حمدوك أسا احترمكم ولا غيمكم ولا اداكم قيمة ما ييجي يطلع يقول والله ان احنا طبعنا فعلا ليه بيغوش شكيتك الجحات هذا الخليم أغلبهم بيكذبوا قاصدين لمقاصر حزبية لانت كمواطن ساهي مستقيم في امتى ما تنجرورى كلامهم ده في سؤال الآن حمدوك انت بتضحك على شنو على الأمهات اللي واكفين في الصفوف على النسوان اللي بيقع بالضغط واللبهات اللي بيقع بالسكري على العجز على الناس بيقع ما قادر تجيف ولا بتضحك على شنو بتضحك على على آلام الناس على أوجاعهم ها ياخي انت مالك رجل بائس كده يا حمدوك ياخي انت مالك رخيس كده قادروا محاول يسوق زول ياخي ما بتبقى زولي ياخي ياخي الكلام ده انا كنت بقوله وقت عمر البشير قاعد في السلطة ما بيشيوع الوقت بيجي بقول معنا الكلام كنت وقت البشير قاعد بقول لي اتفاجد تربوي بقول ليه انت ساقط بقول ليه عمر البشير انت مجري مسفح في انت وبنتقبض وبنتدقى وتاني بنطلع بنجوت ما تقول ليه قال كتر خير الحرية حرية اش نحرح الراسك في حرية زول بيقول راي بتقول ليه كوز دي حريتك هيت بتفهم في الحرية ولا مؤمن بها ما تجي تقول ليه كتر خير الحرية نحنا بنتكلم قبل ما تعرف الحرية انت دي نقطة حمدوك اسامة داود انت ما قادر تردر التحريه الناس اللي بيعلقوا من قبل وبشكلوا في عباس مدني وبيردوا على الزولة اللي يتكلم دي الاغلبهم كتايب محرقهم اسامة داود الباطل الما عنده موقف مع الشعب السوداني الا مصد دماء وتضيع البلد في امتى زول بيحتكر سدع الدولة وبيدمر اقتصاد بلده الله يدمرك ياخي زي ما دمرت الاقتصاد ياخي في امتى الكلام دا كله من عهد البشير ودالجو اصبحوا خدم حديدين لأسامة داود دالبي يقول ارخص من الانغاز بالنسبة لأسامة داود ما تسمع الكلام الفارغ دا ياخي عليك الله ما تسمع الكلام الفارغ دا الليلة كده تعالوا يا رينا أسامة داود البهر يشك أو بزلك دا ويترئيس وزر الرخيص ما عندك قيمة الله يرحم ناس محمد احمد المحجوب الله يرحمهم ياخي كانت تقرأ التاريخ تتعلم تشوف الرجال وتشوف القادة كانوا عاملين كيف وكانت جباهم عالية وكانوا شموا العرانين صحروا كانت تشوف النازل كيف بغوتهم بشخصيتهم كانت تشوف ما كانوا منكسرين لوقت كلهم قاعدين زي الدمع زيك انتا كده ما بيمشوا بيتدبوا ياحمدتي ما وقت حمدتي بيتكلمهم بيكونوا مدنجرين لهم بيبكوا فيه انتا ياحمد وصلت مده بعيد انتا ستتشال من الشعب ويوم تقولي يا ريتني لو سمعت حلقنا صحيح الله يفاد اقول الناس الذين كانوا بانتقدوني ستقول الكلام لانه ستسقط سجوط بدون قيمة وما في زول من الشعبي سيحترمك اسمع الكلام كويس ياحمدك الردك الردية وده الرد باطل غير مقبول ورد زول مستهتر بمعاناة الشعب السوداني ماسك عليك شنوص بخطك تعتني عالو يعني كده وردنا ما لكنه الفتح لك مكتب دبي 2012 هو الشغل هو الجاب قال لك اي غرار جاك من عباس مدني ده تتوقع عليه فيمتى اي موضوع تعلق بالاستثمار بالمصانع بالشركات بالمشاريع توقع عليه طالي منه سامده ده عرف ده مني أنا صح ولا لا ما انت حمدوك وردنا انت رئيس وزراء وزيرك ده الفاشل افشل منك ده الرخيص ده كمان انا ملجيت زور رخيص زي 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 اسمه عباس مدني ده مني منعم سليمان فيمتى وزيرك الفاشل ده عباس مدني ده السبب في تضيع الفول الكلام ده ماذا قال الحمدتي الكلام يجد ما في عقد يبرم فيمتى حمدت انا جاي وقلت لك اصبر فيمتى تحجم المدنيين الكلام يعني نقول رئيس عزبك يقدر يقول الآن كويس ضيعت على السودان ملايين الدولارات عقدي مع الصين موضوع تصدير الفول سبتمائة الف طن ضيعت انتو الان الكلام ده بضارب مصالح اسامة داود انتو خربتوا الاقتصاد الوطني لما ننفول ده في المين عملت شنو يا حمدوك يا رخيص عملت شنو الريني عملت شنو رأيك كان شنو وزراءك بيظلمه وبيجوره في الناس وانت بتجي الدافع اليوم انت داير تقنعنا انه احزابك ناعد حق امشي نحازل احزابك وهي زات مرخصاك وما ماداك قيمة امشي ترخص لين في امتا وانت حتسجوط سجوط مدوية حمدوك هتندم على اللحظة لخلتك تطلع تتبجح للشعب الناس الناس رأس بليف بتقع في صفوف لماذا تقول الوزراء بيجيف الصفوف اليوم كله ياخي وكيف نبضك ياخ ياخ دا ماذا ياخ عدم الاحساس دا ياخ ياخ دا جو من يات وكو كب دا ياخ ياخ دا ما ما بيش هناك أشعب وحي الله دا الناس ما يعرفوا عن السودان حاجة ولا إنهم دخلي بالسودان البيتكلم التكوز يا دما عيش ماب التكوز ياخ ياخ الناس وقعوا في الصف التكوز ياخ البيوت وقعت كرسينة يا سلام بالله هذه الكارسة التي حلت بالبلاد بيوت وقعت هذه شدي حيلك يا قطاطي يا بيوت نجيفي هو بيطي انت اجيب لك كيف مع المطر يا شيوع يا كذب تجيب معاك كيف انتم منافغين انتم منافغين انتم منافغين انتم تخدموا البلد انتم تجيبوا بيوتا الشعب داش انتم لقوا بها النقص بتاعكم والكذب وإهمالكم للبلد كويس حمدوق قام اتكلم قال وزرائي بيشتغلوا 25 ساعة والله العظيم المفترض الشعب مواكب الليلة يسلمك محاكمة اقسم بالله المفترض الليلة الشعب يمرك مظاهر اقسم بالله حمدوق وحتحصل الحياة ستشوفه في الأيام الجادي رهان عديلا برهنك عليها في اللا حيث الناس ستشيلك برا وحتحاكم والله كويس ستشوف الكلام ده خلاص قصوا الطاغية ربنا بيكفي البصير ما انو حمدوق دو ما حصل مرحلة الطاغية بالمنارس كويس وبعدين انت عرفتهم كيف بيجيفوا 25 ساعة ويتصاح 200 ها حمدوق كده ورين انت قاعد 9 200 انت نايم الاسبوع كله انت بتزلك داليا الروبي انت شنين انت ما عندك قيمة انت ما تتكلم ساجد يا اخي كده ورين قلبي بيجيف 25 ساعة انت شوف انت عرفتهم كيف بيجيفوا ده جواب مستهتر يا جماعة like share live قطع شباب live قطع like share القحات هاجم live ما تتخلوهم انتصروا عليكم نهاي اخوضوها معاهم عديد like share يا جماعة ما تتخلوهم يقطعوا live ده نهاي ما تتخلو يقطعوا في مثل هم شغالين قطع في live بأي طريقة كانت كويس يعني ما تتخلوه معنا بثلاثة اربعة خمسة تعليقات تم تم بسرعة شباب بسرعة live تهاجم live تهاجم هاي الناس تكتر live share طيب جيد قلت الكلام الفارغ انت بتعتقد ان الكلام لا يلحقك يا حمدوك دنيا الاخرى انت تعتقد ربنا بمشي لك انت رئيس وزراء تضحك في حالة شعبك من اجل السودان ويت تجي تتضحك تجي تتضحك يا ساقط المبادئ يا فاقد الكارزمة والقيادة والحكمة والشخصية يا منكسر يا محطم يا ضعيف الله يضعيفك مدى حياتك يا اخر تجي تظهر التلفزيون تقول لهم ترود على كلام الناي بدل تتحمل نتيجة فشلك يا جماعة فيك تايب مرسلة اسامة داود قال لهم بس تمشوا تتكلموا عن انه مدني ما سبب الفشل دي لهم اللي بيعلغوا في الجروبات ويقولوا الزول داك كلامه غلط والزول داك دي لناس بعيدين على الإنسانية والضمير ما تشتغلوا بهم دي المؤجرين بيقول لهم تعالوا ابتيبوا الكلام اسموا على الكلام ما انهم راي غايم على ذاتهم ولا على شخصياتهم ولا 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 وسامة داود بيستعبدهم بالمال في انتا زي ما الجحات المستعبدين بالخمسمائة دولار وعلف دولار بدوها للنشطة اللي بيطبلوا لهم وبكسروا لهم في التالي في انتا في الله الآن المواطن وصل لمرحلة ما قبلان أي تصرفات زي دي تاني كويس بتي يا حمدود بتقول للكلام دا منوه عباس مدني انت وعباس مدني غلاوتكم علش انتو أرخص من ارخص من ارخص من اي رخيص كده ورين انتو غلاوتكم شنو انتو شنو انتو غيمتكم شنو غيمة قسامة دا وزادو شنو عشان الشعب يقعد يعاني ويتقعد تضحكوا فيه اسئ انت الله يسألك درعي يسألوه ده ناس عليك الله اليوم اللي يوم صفقت لك الناس تجي تضحك في محن الناس الله يبلاك بها يا أخي يبلاك بها مضاعفة عشان تاني ما تضحك فيها يا أخي الله يبلاك بها مضاعف عشان تاني تضحك فيها تضحك بشعبك شعبك تعبان ومنتهي ما لاقي الجمح المطاعي ما لاقي الجمح الشوال عامل ستة ومتين بتاع الخبز الشوال الليلة بتاع الدقيق عامل ستة ومتين التسعير الرسمية الدقيق التجاري ولو كم يوم شغال بالقصة انت ما يجيت وقفت ولا يجيت سألت ولا مدني عباس الفاشل وخايف من الجمهور ما يقدر يطلع ما يجي يجيب على الأفران انت ما تجي تجيف عليها قاعد تسوي شنو انت جابوك بدماء بتاع الشهداء جابوك بدماء بتاع الشهداء يا أحمدوك وفي يوم من الأيام في ناس كفروا بالله من أجلك انت الرخيص في ناس كفروا بالله سبحانه وتعالى بيقوا يحولوا لك الشكر ما كل ذول قال شكرا يا أحمدوك يا جماعة معنا لكن في بعض الناس بيقوا ماسيك عقيدة كده تبعدك بالمناسبة هنا افتخر وقال خلاص هذا المخلص وده رئيس الوزراء يا أخي بتحبطوا الله يحبطكم يا أخي ما لكم بتحبطوا هذا الشعبي يا أخي لا يفرح هذا الشعبي لا يعيش حياة إلا تجي تنكدوا وإنتوا كقحاتها بقرارات فشلة العساكر يوم قدامكم تقدروا تقولوا فيهم كلمة تقدروا تقولوا فيهم كلمة الليلة البرهان ما ساحبكم الواطا خطاكم تحتر هذا مرحبا بالغيادة العامة الكلمة ما هذه معناها مرحب يا شعب لو دارت سور سور نفتح لكم وبالغيادة هل رفتح ما دوك رخيص كيف هل رفتح رخيص كيف وما عند قيمة أنت الآن فقدت محور حمدتي وفقدت محور برهان وفقدت محور الإمارات وفقدت محور غطر وفقدت محور الأمريكان والدليل يود برهان يطبع مع إسرائيل لكن أنت بيجهلك لأنك ما عند القيمة عندهم أصلا ولا عند الشعبي ذاتك وأنا قاعد أتحدى القحات شفت اللي بجل وأدبوا مني في الفيس ديل بتحدىهم أمشوا محل الصفوف بتاعت العيش أمشوا قولهم شكرا حمدوك الشعبي حيشين القحات تشدي جدي عملة تمساحي بالأم في إمتى والله العظيم أمشوا قولوا هناك بمحل الصفوف أمشوا قولهم شكرا حمدوك شعب جموري يجدعك خمسين متر أمشوا يقولوا كلامنا أمشوا أمشوا أجيبوا محلل زحمة محلل دول ما فيهو محلل مستشفيات المنتهية أمشوا قولهم شكرا حمدوك أنتو بتلعبوا لعبوا أو أنتو بتصنعوا في عالم خيالي الشعبي برعاني يروحوا مارجة تجد قول لهم أنا معلغ رياضي أنا أراجع للتعليق الرياضي ما أشي شايف حياتي لا داير منصب لأقلتك لزول واتحدى زول وقول لنا يوم اللي يمجي بني في الحاجة الفلانية نعم معانا نشطة مهوسين بالسلطة وده بيأثر على سلوك بالمناسبة يعني بيأثر على سلوك بيخليك أنك أنك أنت متقدم رسالة إلا عشان يجيبوك في منصب وده كلام طبعا فارغ في إمتى ما في ناشطة طايفات يدو أي منصب أي زول شبت شغال يبقى لك أنا داير منصب ما تدير بلاش تطبيل وكلام فارغ في إمتى ده كلام فارغ زي ما في زول فينا بيتكلم عشان سلطة وعشان أطمع مليون نفر في سودان موهه الأفضل مننا وغيره نحن بنتكلم عن أخطاء الآن حاصلة في البلد نحن بنتكلم عن بلاوي حاصلة دائرين الصدق ودائرين الوضوح مع الشعب السوداني ليه بتنسوا عليهم ليه بتغشو برهان علنا نبي بيمساحبك الواطن تكحمدو أنت ربنا ما يجعل لك قيمة نحن نجيب لك قيمة من وين يعني نجيب لك من وين كذلك مرين زول عنده علاقة بإدارة الدولة ولا برئاسة الوزراء عملوا لك تلميع قال هناك في بريغيا يجابوك شنطان يدرسلينك أشعب شنطان ما نمغش لما يزول لما عليك ويتم ما لا جيت ولا شفت ولا بتعرف لا تصدقه أبدا لا تصدق قصة إنه والله زول لك ويس زول الآن نحن ركبنا الكركابة على أعلى المستويات بتاعتها كويس أنا ماذا أرطويل في اللايف في نقطة ثانية جماعة في نقطة ثانية مهمة شديدة كويس عبد الرحيم حمدان قاله نايب غايت غايت الدعم السريع حريص كل يوم تنوم تضرب شركتي جابت شنو وكم دولار ودهب من ركتقد شنو وعمارطيل في بري والتانية الفاتحة فيها كويس هذا الفعل يوميا قبل ما تنوم كويس طيب داري نسألك سؤال هل صحيح يا عبد الرحيم حمدان حتتك هل أنت قاعد فيها بيتك الآن خادت فيه أطنان من الدهب أطنان أطنان ما كيلو دهب أطنان كليا يبناء السؤال ما زلت مصير إنه نازل ما فيكوم القاعدين تحت الواطن هل ستدخل هذا البلد في مشكلة جد جد أختصر النقطة أو الرجح المواطن كويس الناس الذين يتابع لايك شير هناك نقطة مهمة تذكر لكن لا يتعرض أن يتضحك لا يتضحك البت لا يتعرض لا يتضحك الناس يتعرض لايك شير بسرعة لايك شير يا شباب لايك شير كثير الملصغات دعونا نوصل الرسالة لايك شير كله كله بسرعة نذكر عبد الرحيم بحية واحدة بسرعة بسرعة شير كثير المشاركات كثير المشاركة أسفل فيديو مكتوب مشاركة بالعرب يدوس عليها هناك حاجة مهمة جدا السيد عبد الرحيم حمدان جيد أخو حمدتي الذي يذهب بصفته أخو حمدتي إن شاء الله ومر البشير ترى تغيانه ما سوا كذا ومر البشير ترى أخوانه ظهروا في آخر عهده بالمناسبة لو كان من البداية كان الشعب يشغل يدعو فيمتى لكن ظهروا في النهاية ذاته إلا بعد ضغط ذاته يعني لا يمكنك أن تهبئ بنفسك هناك أخو يسأل الإقتصادية تحضر الاجتماع تحضر بصفتك المهم هناك سؤال مهم جدا جيد القصة الحقيقية عبد الرحيم يقول لأولاد الناس المائمر قد الحياة لا تدوغ في جنك ولا تدوغ في نفسك حتى بعد تعرف الغيمة لماذا ترجح هذه لماذا تظلم الناس وتتجبر عليهم الآن عبد الرحيم القصة هذه لا يوجد علاقة بالعسكرية لا يوجد دكان متع أساس في نيالة لا يوجد دكان متع أساس عادل لا يتحمل يا جهيك لا يوجد الدواج المتعادة حتى يوجد دكان متع أساس أخو الوقت يفتش مع منار مع عبد الواحد ويوين 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 لغاية ما صالح ويوين ويوين نعمل معه نستفيد وننشئ وننفع البدايات وفي ضباط في الجيش وكذا يعني طيب عبد الرحيم قاعد في دكان جاء بل خبر ويوين في الأساسات عادي يعني مواطن عادي زي زي باقي الناس كويس جاء بل خبر قال لي يا أخوك عبد الرحيم حمد تدى البشير صدق له بغوة غوامة كذا بعرباط لانديكروزرات بميزانية كذا هو قاعد في دكان لكن قال له لكلام قال لي يعني صدقوا لي خلاص كل كل موضوع انتهى قال يا حمد فلان جيب فيه شوال شوال جاعد جوا مساقج الشوال فيه كاكي جديد الكاكي بردبة عقيد مساقوا لبس في دكان وده بب والمشكلة بعد لبس ياريك سكت لبسه شالجا خطاء هنا وماشي ها يا ناس اتوا اجيفوا عادي الناس دي عسكرية دي دي عسكرية لكو هسا بتقيفه ككف ها فيه زول بيجيب زايدة اتوا 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 العلماء المتابعين في القصة زولبي بدلوا رئاسة العلامة الحمراء هنا دي البن الأحمر هنا في اللياجة دايما دي بدلوها لك خطاء لك هنا 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 بس اتغولت وكررت الضباط الشغل في امتى الآن ما شكل لهم قالتهم دربين وين لقيتوا التدريب اين اقوف وجاي اقوف وجاي لا لا دق انتباه زيد لا تباه سموها لأن الزول زات بانتباه فيها طبعا ده تعريف بالمناسبة يخص عبدالرحيم حمدان يعني يسألوه من اي مري ياب لكلامنا خلاص يسألوه يتمرج عسكري او علمي او سياسي اداه المعلومة عسكرية مختصة او خاصة الناس عمل المشاركات فعبدالرحيم ارفع عدك من موضوع الناس المعتقلين دي وخليهم يطلعوا وما تصعيد مع المحامد لأنك بعد اشياء بتكون قدر الكلام ده بردك وما تصعيد مع المحامد وما تصعيد مع اي بني ادم ما تظلم الناس وما تقبض الناس ربنا بانتظم منك ما تظلم الناس وما تضغى على الناس انت مارجل زول ولا اقوى زول في العالم ولا قوة كهية الاقوى في العالم ربنا دائما خلق قوة وخلق قوة اكبر منها مهما كان كويس دي قصة النقطة بتاعت حميتي الكلام بتاعته كان واضح هالزول كان بيوصر رسائل واضح الرسائل اللي بتديك الكلام اللي انا قلت لك قبل فترات قبل شهور وقاعد اكرر لك لغاية قريبات دي بانو الحزب الشيوعي اصبح خارج اللعبة مع السلامة يا الشيوعين مع السلامة لما انتعرفوا تاني تشتغلوا باخلاق وبضمير تاني ممكن الشعب لقدام تقبلكم لكن انا بشوف دي رسالة واضحة الشيوعين عليهم يكفلوا نفسهم ما خلاص طردهم بسا في امتى يكفلوا نفسهم ويتعلموا الديمقراطية والحرية ويخلوا تخوين الناس واختراغات الناس وظلم الناس ممكن ربنا يعني يجعل منكم حاجة لكن بطريقتكم اي حكومة ريح تطردكم ما لانكم وطنيين ولا لشان شفتوا وطنية لكن عشان انكم غدارين قوما غدارين في امتى القصة دي مهمة غدرتوا باللحزاب دي كلها الان الحزاب كلها متحالفة ضدكم بالبعسين في خطوط لا متحالفة ضدكم بالمناسبة في انتويت تعرفي الكلام دي في تغاريرياتكم في القصة دي كويس يبقى الان الشيعين برى اللعبة الكلام اللي قالوا يحبتي تقبل برسل رسائل واضحة اللي هو ان يا شعب الشيعين ما هيكونوا جزء من الخطة والله يا جماعة اسمعوا الكلام ده كويس اسمعوا الكلام ده الشعب السوداني يمرق للعيش يمرق للديمقراطية يمرق للرز في هنت يمرق لشنو ما في مشكلة دي حقوق الشعب السوداني يمرق لمكتسبات الثورة في همتى يمرق لشروط الثورة ولأركان وآيبات ما في مشكلة لكن ما عظم يمرق عشان الحزب الشيوعي عبعده من السلطة حزب الشيوعي بيقى مكروه ما خلى صليح ما خلى صليح أصلا في همتى ما خلى صليح شيعين قال ليكم تهاجمون منك نشاطاء مستغلين كويس وداكم تهاجمون شنو نحن ما زالناكم براكم كوزنتون يلا تحملوا 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 الآن في همتى ما خلقوا الهجوم هاجمتون اليوم ما هاجمتون اليوم هاجموا الشعب يزادوا لما نقول رايب يقول لي منتوا كيزان ما خليتوا زول ما كوزنتو يلا تحملوا بعدين هجم الحزب الشيوعي ما هذا زول لديهم علاقة للإمارات لا قطر لا أمريكا لا إسرائيل لا بتاع بس قاعد كده جاعد كده ده ما بتصووه في دولة ده ده دي حلت عزابة ما بتقوم بطريك تجدي يعني في همتى يتوقن عندكم حلت عزابة ما تخلوشي عمله ليكم في همتى أبدا أبدا ما تخلوشي عمله ليكم كويس القصة دي لايك شير يا جماعة لايك شير اللايك شير اللايك شير الناس سكتفر معانا الشيرات يا جماعة نديها عشرة ثواني سريعة قبل ما نختم نديها عشرة ثواني أيزوا اللي عمل معانا مشاركة سريعة أيزوا اللي عمل معانا مشاركة سريعة يا شباب يعمل معانا لايك وصلوا الرسالة اللايك الأحمر القلب اللايك أدعمه اللايك واو بسرعة يا شباب بسرعة اللايك القلب الأحمر اللايك واو اللايك أدعمه كتيروا معانا اللايكات المشاركات المنصغات فيه انت وصلوا معانا الرسالة دي فبتبقى في قصة لكن قبل أن أحمدته يقول هذا كله وقبل أن يخاطب الشباب حمدتي أنت تتكلم على أساس أنك واقف مع المواطن وتتكلم على أنك واقف مع الشعب وتتكلم على أنك بسيط من عامة الناس حسنا يا حمدتي أنت الساعات الثالثة الجريبة دعوك من إحراجك لمضوي مدير استخباراتك ومدير تقابل دعوك قبل اليوم الوالد مادبو عملت معه موغف بائخ في إمت عادي جدا كويس الزول كان بنقشك في قصة وطن في إمت والوالد مادبو ده نختلف أو نتفق معه شخصية مقبولة جدا يعني عالميا برضو عندها وجودة عندها في إمت إمت أحمدتي حرشوك مستشارين في إمت والله يتعطي الله يكون في عونك المهم في شباب يوض قاعدوا معك وريني للمينو في شباب يوض قاعدوا معك ويتكلمت معهم في كوبر في بيتك الكلام ده في الساعة الفاتحة ولو أنا كذبت علىك بضني لا أستطيع أن أتكلم سي الكلام ده في بيتك الشباب دي الجوك وقاعدوا معك قلت ليهما نحنا والشيوعين ثاني ما حنطلق ليهما القيامة والشيوعين بيقولوا ليهما نحنا معاك ونحنا مساندينك وبمشوا بيحرشوا ناسهم في الفيسبوك يهجموني اللي يقول الكوادر بتاعتهم ويكونوا بره طبعا كويس وفي نفسه لوك دارين يحرقوا ليه قضية المحكمة الجنائية وأنا دارين يقبضوني هذا كلامك ديتك قلت لي الشباب قلت ليهم ثاني ما إننا لهم لعب الشيوعين ثاني ما تدقوا معنا الكلام ده أنت قلته ووضحت إنه معاك حزاب كثيرة في القصة دي طيب والله ما في زول مارك للشيوعين شوف انتوا في النهاية حكومة بيناتكم نحن ندخل لكن نرفض الاعتغال اعتغال نرفض التشفي نرفض القتل نرفض الظلم والسجن فيهمتها أي حاجة تعمل اليوم نحن ضد كلامنا كويس لكن بالمقابل انت لو يا حميد تخايف على الناس جد جد كده وخايف على الوطن وكلامك ده صادق فيه في سؤال الناس المغتسم أنت في البيدروم أنت تغتس الناس هلبيدروم جاء تتكلم عن إنسانيا أنت تغتس الناس البيدروم وجاء تتكلم عن إنسانيا الناس الليل الليلة مسجونين تعد بأمر استخبارات الدعم السريع العميد مضوي اللى بيت تقابله مبارح ده كويس الناس قارئين تحت الوطن انت لم يتمركتهم انت الأمرت بينهم يكبضون وناسك يهددوا في أسرهم يخوفوا في أسرهم انا سأستضيف أسرهم دي الواحد وحد امشوا هددهم امشوا هددهم تاني عشان نجيب الأرغام زادة اللي يتهدد دي بلاش فوضى يا أخي بلاش فوضى يا أخي الكلام ده كله لابد الجيم ده ينتجي دي فوضى منك ساي الناس أولاد الناس القلبهم محروك أسرهم قلبهم محروك هم قاعدين تحت البيضرهم بعضهم بدأ يتواصل معنا بالمناسبة العلمة كويس الناس زيلة تحت الوطن يلا تمرهم متين انت دافنا الناس تحت في البيضرهم خاتين معتغلين مظلومين وناسك يتشفوا فيهم ويضربوا فيهم لأسباب غبلية وتجي تتكلم ليه عن عدالة وتجي تتكلم ليه عن إنسانية انت وباقي الغادل معاك كلكم في الغوطن النظامية وين المخفيين غسرين أخفيته كم غسرين جدعته كم في البحر جاي انت تتكلموا عن عدالة الرصاصة الأطلقتوه ككل الغوطن نظامية أطلقت الرصاص وقتلت الناس مرقوا ليه أن ديلة الناس تحت الوطن القضية دي انت ما حتى تقدر عليها يا حميد القضية دي مش الدولية انت ما حتى تقدر عليها ولا مضوي بتاعك دي حيقدر ليها ولا عبد الرحيم بتاعك دي بيقدر ليها القضية دي أكبر من كبيرة قبضته سامة محمد الحسن ده أهنتو خطيتو 67 يوم ملك طلع في مؤتمر قال في حداش كم أو كم نفر ديلة الآن تحت الوطن في البيدروم وينوم نشطا غحت البدعو الإنسانية والبهاجمه في أولاد الضي وينوم أولاد الضي الان ماسكينا القضية أبقوا رجال تعالوا أمسكوها معانا يا هوانات يا ضعفة يا ممكسرين تعالوا أمسكوا القضية دي كان رجال تعالوا اتكلموا معانا عن حميدتي لانو عن ظلم ده تعالوا اتكلموا وانتو كنت بتتكلموا معانا وقت البشير كنتو في امتى الناس يليمهمهم هنحن لا سنسكت من الموضوع هذا كان تكتلنا ولا كان تسجينا الثمان زعف في امتى لا سنسكت عن الموضوع هذا الناس يليمهمÓ الناس التاسم إن تحت الوطن بكل عنجهية وبكل ظلم وبكل تجبر ومماشي ماسكها السبحة سبحة تخنقك ماسكها سبحة لإنه؟ سبحة تخنقك ماسكها سبحة لإنه؟ أنا يوم يقول له ترى عندي أوراد وأربع ساعات بمسك إسم الله الكZa والله إما سويت ثم بنوم وصرخات المتألمين يتنوم معه كيف؟ لكي تعرف النفاق والغرور وغرور في الفارغ لأنه في لحظة سيجد حرص ويقول له لو سمحته قدامه سيجد كذا مثل ما أمر البيور ما شرنا وقال البكرة سيستمر حرص قال له لا لا خلاص ما كده ربنا سبحانه وتعالى عنده حكمه مهما كان حمدتي مرقوا الناس زي سريع مرقوا الناس زي لها حمدتي الشعبي دمارق عليكم مواكب وحتمروا الناس زي بعد شوية وأنا من هنا بدعوا كلنا نحن كشباب دارين موكب عديل دارين موكب عديل أراح لين حاصر مبنى استخبارات الدعم السريع في المنشية خلي الناس زي يمروا أنا بتقدم الموكب دخلت دوني طلقة بتعاد دوشك في إمتى ما بقول لك أطلع وأنا بتدسر في إمتى أراح قمنا حاصر استخبارات الدعم السريع دي عديل كده نازل دي فوضى ساكت يا أخي لعبي يا خفاية الحد دي عروح ناس يا أخي دي عكسام ناس يا أخي دي البشر يا أخي انت حمد تاسي كما شو خطاك في البدرون ده بتتحمل كما شو خطاك كما شو خطاك انت عبد الرحيم بتتحمل انتم هلكم عندكم أخلاق ولا دين يمنعكم عن الظلم ده ما زي ما صرخنا في وش البشير بنصرخ في وشكم انتو أمشوا مرقوا نازل مرقوا نازل خلينا نمرق موكب عديل نمش نحاصر هناك كل العالم بيشو خلي دقونا رصاص في انتا كل العالم ده الناس يطلعوا يخلينا نمرق عديل ده كلام فارغ يا أخي ده كلام فارغ وليعب وزايد على الحد والكلام ده تضحك فيه وشفتها وكده بيخليك تستمر الإهانة أنا ذا نعرف فما لنا لا نرى لا نرى رجالا ها رجالا كنا نعدهم ها وين بيهاجموا فينا ولا تضيي ولا تضيي ها وينكم ما لكم تتكلّوا على القضية دي ها ما لكم مدعيت قلتوا الناس يمرقوا موكب هناك انتوا أضعف وارخص بكثير ما بتقدروا ما بتقدروا الضعف قاعد والكذب قاعد وأي ظل بيقوم بالشغل حسب مصلحة حزبه وأحزابكم زادة بتقول لكم ها الموضوع ده أسكتوا منه وعملوا نايمين ما هو قادة أحزابكم ما ما عندهم زمة ولا عندهم ضمير اتحركتوا قدام الشهر والله تاني واحد فيكم يجي منصب شفتك انجنة خلاص وتاني ما تغوضوا معانا موكب هو نايم تاني ما تغوضوا معانا موكب بنعرفكم بأسماءكم تاني واحد فيكم أنا لقوا معانا في موكبنا عديل أمشي أمشي غوض موكب أكبرك هناك لكن نحن تاني ما دارين لا شيوعي لا بعثي لا أم لا أبطع ما دارين ولا زلتاني تاني ما تغوضوا الناس يا أخي الناس يا جماعة أنا ما زلت أذكر يا أخوانا القضية بتاعة الناس المعتغل ومحمدته عبر مدير استقباراته المضوي وخاتينهم تحت الوطر في بيدروم بكل الظلم والضرب وإهانة والتشفي الناس يا جماعة القضية دي صغيرة سألتكم بالله القضية دي صغيرة دي قضية بتسكت عليها القحاتة دي عندهم دين لو كان عندهم دين وعندهم مخلاق ما كان وقبوا في الموضوع ده بالسؤال سؤال وأنا حاجز إجابة هل القضية دي صغيرة فيه معتغل بيطلع يقول الكلام ده وغير الكلام ده فيه منظمات يتكلمت عنه القضية دي وصلت بعيد كويس هل الكلام ده بيستحك إننا نمشي نحاصر له والاستخبارات الدعم السريع دي عديل يمشوا الناس يمرقوا عديل نمريكم دي الأخواننا دي المواطنين من حقهم يعيشوا في امتى لي الظلم ده يا أخي حارق قلب أبهاتم أو أمهاتم الله يحارق قلبكم يا أخي ليه حارق قلب الناس يا أخي الكلام ده بيستحك إننا نحاصر له والاستخبارات الدعم عديل كده خليك تقولونه تعال نحاصر عديل الناس يمرقوا يمرقوا من جوا يمرقوا في السعادة وكذلك ما يمرقوا بعد ذلك كذلك ما يمرقوا تبت تراجله مع الشعب السوداني أو شيء كذلك ما يمرقوا منهم مشي إن شاء الله نفرين نحاول مع ترمز وكب كبه وكذلك ما يمرقوا هناك أنت مالك الموضوع هذا يستحق أن الناس يمرقوا لهم مواقب ولا يستحق يستحق ولا لا يستحق لإلقاء حاتب يرى القضايا مثل هذه يأتي مننا هناك يقول لك شكرا دكتور أكرم قم يا رخيص قم هناك يكتلون هناك يا هوان قم لو عندك مجرد نخوة أو إنسانية أو كرامة لكي تعرف النشطة لأن الأحزاب كانوا بغشوق كيف في بعضهم كان صادق للأمان في بعض المشطة للأمانة بنحترمهم كان لديهم مواقف سمحة كان لديهم مواقف واضحة كان 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 لكن بالمقابل الغالبية فيهم ولا شيء زيدي لا يكشير يا جماعة لا يكشير لا يكشير كلامي هذا مهم جدا دعوه يصل بالله دعوه يصل يا جماعة الكلام هذا عليك الله دعوه يصل لكل مكان دعوه يدخل أي بيت ويصل أي ركشة و أي ناس قاعد في مطعم يسمعون دعوه هذا مهم جدا وما زلت السؤالي سأكرره السؤال هذا أنا أكرره جيد هل قضية الناس الآن تحت الوقت خلاص تستحق أن نمرق لها مواكب حاصر استخبارات الدعم أو غيره أو غيره ما يمرقهم أم لا تستحق الأرواح هل تستحق أم لا تستحق هل تستحق هل تستحق هل تستحق هل تستحق أم لا قل رائع أهل الناس المسجونين يقولوا تعليقاتك أنت المعين تقزيم وضمير اللي بيتيجي تقول قال ما في زيديل وما في لو ده أخوك والله ما تجي تقول الكلام ده لو ده أخوك ما هنعي يا أخ عليك الله كده عليك الله في حياتي نحن ما دارين نتحدث عنها لكن الآن حقيقة حقيقة والصدق صدق هل بيحصل في البلد ده الوضوح تعال يا عباس مدني عملت شنو العيش الناس ما لاجي عيش لغاية الآن حليت بشنو تعال ورين انت وزيري جيت بديماء شهداء انت ما كنت نايم في بيتكم قرر رصي جابوك انت جيت عبر ثورة اتسلقتها انت ومتساقطين امسالك نسلك وغيرهم اتسلقتوا لغاية ما وصلتوا الحكتة دي تعالوا ورّونا بسرعة تعالوا ورّونا بسرعة عباس مدني تعالوا ورّينا عملت شنو الآن في الأزمة الحاصلة دي وفي الناس اللي بتجع بتضغطوا السكر وبالأزمة وبغيره وهم واكفين في الصفوف بتاعة العيش كده ورّينا عندك أم ولا أبو قاعدين يجيفوا في الصف يا عباس مدني عندك أخو ولا أخو بيجيفوا مع الناس في الصف حمدوك بتاعك الكذاب ده يجي يقول قالوا واكفين خمسة وعشرين ساعة ده رئيس وزرعة مستفيزية ده رئيس وزرعة يعني غير انه شخصيته محطمة ومنتهي وكده لكن في نفس الوقت ذو الكذاب ما عنده احترام لشعبه انت بتضعك في شنوك حمدوك ما يغروك الناس البداقع له حمدوك ده الأغلبية ومحزاب سياسية بدابع عن حمدوك لأنه يرونه يحمي مصالح انت مصلحتك ما الذي يحميه لك حمدوك هم كيف يقول لني أنا بيتم تلاقي بيسك من درمان ده ريني هاي واحد ده ريشتري شبط وقروش مكسرة دي الناس عندهم شركات ضخمة دارين يروعها لهم يا أخي فيمتى ما تسمع لي الكلام الفارغ ده كلهم بمصالحه عليك الله عليك الله عليك الله فيمتى المهمة القاحات الأرزقية الآن وصلوا مرحلة اللاعودة يا أخوان ناسمعوا كلامي عباس مدني ده نازم يقال الآن عباس مدني يحتاج لمواكب عباس مدني يحتاج لإغالة حمدوك زعف عشانو يتغل فيمتى ويتحاكموا وما يتغال سيئ اتحاكموا ركزوا معي في الكلام يا جماعة يا أخي هناك نقطة صغيرة أنا دار عرّج عليها لو تسمعوني دار عرّج عليها هناك واحدة ناشطة في الفيسبوك الناشطة تهاجم النشطاء دائما وكانت كوزة سابعة نعلمها وعلى علاقة مع الاجهزة اللامنية بقوة الناشطة قبل بدرة كتبت كلام ودعت لإعتقال أحمد الضي وهي كوزة دائرة تراخص تكسل تلك فيمتى تتراخص مع وكيل النيابة تحريش فيه فيمتى دائرة تثبت للجحات إنها هنا يبتع ما طبع الجحات يعني يقبلوا أي شيء فيمتى يدتكوز عادي جدا ما ينوم مشكلة تسموه رشورتة كوز وقعد لهم فرصين وما يقدر يقولوا اشتغلت عيانوكم سكرتيرا لعبد الرحيم دقلو 200 السيدة القاشطة من الناشطة ممكن تورينا بقوك سكرتيرا لعبد الرحيم حمدان دقلو 200 وبقيت بترتبي في الزيارات سكرتيرا لعبد الرحيم حمدان دقلو وتجي تنبزي في الفيس وتجي تهاجمي في النشطاء هلك الله شوى الصغود ضليات دقلو هلك شوى الصغود ضليات دقلو 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 ماذا تستطيع قالوا يدلع نفسها الرخيصة عندها قيمة جيد شغال عبد الرحيم مالك هو الناشطة تنبزي في الحكومة في النشطاء هلك لا تستطيع تقول كلمة من الذي يقول هذا تعال ورينه بسرعة سكرتيرا لعبد الرحيم ورتبت لقاءات في الموضوع هذا وبالصور قاعدة ما تكطبي أنا أتكلم ساي الناشطة عاملة نفسة جحاتية وبتهاجم لها في النشطاء وبتحاول تضرب أي زول قال كلمة حق بتحاول تهاجم الناشطة عينوها سكرتيرا لعبد الرحيم حمدان دقلو واحد مسمية نفسها بتدلع كده في الفيس واحد اثنين زوجها مقرب جدا من حماد لو كان الزوج برا ولا الأخ ولا الأب ولا الصديق نقول ده حاجة في الأسرة أنت لا لديك دخل يعني أخوك أختك تبقى موظفة أبوك تبقى كوز أبوك تبقى حزبي أم ده حاجة ما بنقول لك لكن كون كنت ذاتك تبقى سكرتانا لعبد الرحيم حمدان دقلو نا يبغى يضغط الدعم السريع وتجي تهاجم فينا أنا أعتقد أن أنت تحتاج وقفة حقيقية أنا أعتقد كده أنا أرى أن تتقدب وتتلم ترى أن الجحاط السواغط أمش أتكلم عنهم لكن ثاني لو قعدت تهاجم في المواضيع دي هدى واحد نين ثلاثة المهم أن الناس تضي موجودة يا جماعة جاعة موجودة كويس وصلوا بوصلوا للكلام هذا كما حضره ذات كويس بوصلوا للكلام لكي تبطل الرخصة دي رخيصة طيب نواصل الألمضاء عباس مدني الناس تموت الناس تعاني الناس دائرة تحرق أنت الآن تجد تضاحك ولغيت الآن بتقول المواطن ما فهم الأزمة ومأكتر خير ونوصلك الحتة دي لكن نحن نستاهل لأنه بنرتكب كمواطنين أخطاء بتاعة غباء متوارس بتاعة سنوات طويلة كل مرة بنجيد سيغطنا أكثر من الحد عباس مدني شافت ثورة وين ولا شم من بان وين كيف كثوري من من البداية تقبل زول زي دا إنو يجي بقو وزير لكن الوقت دا مالي لك رأسك لا لا باس مدني شيل الكيزان إن شاء الله شال الكيزان كذورينا شال يا توكوز والله كبايا ما شاله عباس مدني يا زول مدني شيل الكيزان جيب وزير من الثورة امتى جيبه من المقاوم ويكون مؤهل وبيعرف في الشغل لا جيبه خطه تشوف تشوف إنو الزول لأي تلاعب وأي فساد ممكن يعملوا كيف لكن تقول لي يا عباس مدني ها تغش بيها الناس الوقت دا كتعيب سامة داود وهس الآن دي هل بتدافع عنه في الصفحات في الجزيرة في الحد في الصفحات الكبيرة وعندهم صفحات برضو بالمناسبة من أسامة داود بنعرف مغربات هم الآن مدورين قصة إنو الفشل ما في حباس مدني لا الفشل فيه بلاش فوضى من أسامة داود بلاش فوضى معه انحنا كشعب لوما أممنا شركات أسامة داود دا ما بينفاع ساد دا لازم شركات يتأمم ويتحاكم على الفوضى الذي يقوم فيها دا هو سبب رفع لك سعر مياه الغازية ممكن نستعيد عنها بأي حاجة كويس ممكن تشرب بيضان الحفاظ لك كيف تشرب لبن أخير لك مالك مياه الغازية فيمت لكن للأسف الشديد يعني جهانة المواطن يقول لك يا أخي أكل قراس القراسة بكم منقرسك في راسك القراسة بكم بكم القراسة كده الدقيق بالكيس بمئة وستين جنيه مئة وستين الليلة بحتاد عمل مئة وثمانين جنيه هذا الربع رطل أقل بزيت فول ستين جنيه أقل ربع رطل بتاع زيت فول ستين زايد مئة وستين كيس دقيق سيجا بمئة وستين ربع رطل بتاع زيت الفول عام الله لأنه ماتين واربعين درطل طيب الستين زايد مئة وستين كم مئة وعشرين دايق لك بسلطين كده نقول خمسين ما وش كلا نقول كده كما الغيمة دي ده غير الملاح اللي هتعمل في السلطة أو بتعمل في الجراسة ده بكم مئة معها المواطن ماشي يبعيش بخمسين يناه لو داي يلمش يأكل الجراسة ده ليه فوق التلتمية وفوق الأربعمية عشان يعمل بأي منطق بتكلم الجحات وبأي عين ها والله اللي لم تستحف اصنع ما تشاء ده المواطن معاناته الآن ها ده المواطن بلاوي والحاصلة دي بيش في انه المواطن ذاته يا أخي ما بتنفع معاه الديموقراطية انتو اللي بتقعد تحتني علينا العساكر اللي لستحقوا الديموقراطية انتو اللي بتخادعوا الشعب انتو اللي بتغشوا الناس انتو اللي بتغشوا الناس انتو اللي وردتوا الشعب ده الموارد بتاعة القصة دي بيقي كده البطل بتاع القصة لأن لنلقاكم مجرد رعاع الآن جاء أن تتكلموا عن الشعب هذا المجرم الآن باللغبة عمل هذا كلام ولعلمكم في جهات المسلحة كنت لك ترى التأهيل عالي وترى أن يقعد رئيس مجلس السيادة أن البرامة ينفع هذا ليس كلامي كلامنا سترى بالأيام هناك حاجات قد لا تستوعب لكن تستوعبها بعد تحصل أو حصلت وين القحات مما يحدث عباس مدني الرغيف الدقيق ماف المطاحن معظم واقف وانت كوزير قلت لنا قبل فترة يجبت خمسة مطاحن وخلاص القضية قربت ينتهي ميتين يعني كلامك هذا ميتين يا شعب السوداني دارين أختم لكم بكلمة واحدة كلمة واحدة وقبلها أذكر لابد من إخراج الناس الذين يطلقوا صراحهم فورا وأول ما يطلقوا يتوجهوا بقضايا طوالة في إمتى؟ ضد الدعم السريع ضد حمدتي وضد مطوي الناس القبضهم مقاعدين في بيتروم بشرهم يا أخب مقاعدين في الوطن قبوا تحت الوطن دخلوا فيه الناس تحبسهم شهدين ثلاثة خمسة عشرة بها تحق الناس يجب أن يطلقوا كويس ولو أدى الأمر لأن نمرق مواكب نكفل أو نحاصر مقر استخبارات الدعم السريع مقاعدين هذه هي معركة كرامة نطلق أو لا نطلق أياما يستهل أو لا يستهل يستهل ونقف نقف بشر أو لا يستحقه ناس أو لا ناس من لحم ودم أو لا من لحم ودم القحات أهملون القحات القبضة يعملون قطعة الأرض هذا المشروع الفيل الذي كان ناصية أسمع هناك تخليلين الانديكروزرين من استدعاك في نتزالة التمكين وماذا؟ لم يكن هناك مخشوش لا يوجد ناس مخشوشين يجيك واحد ناشط يقول لك وقفتها معنا وقفتها معك قدمت لك غالبا تطلع مئتين مليون دولار فقط تطلع قيمة عينية وقفتها معك مع أن الجمحة نحن محتاجين لا يوجد استوارده غالبا تطلع لك تكفيك كم طنة جمحة غالبا تكفيك عام كامل عامين ثلاثة لماذا لم يقوموا هذا المشروع؟ لماذا يقولون يا برهان تعالنا؟ لكن لم يقولون يا حمدوك تعالنا؟ هذا سؤال محتاج إجابة لماذا لا يقوموا هذا المشروع؟ لماذا يصروا يطبع هو برهان وليس حمدوك؟ ليه؟ لو هم معترفين بك سلطة مدنية زي ما بيروج الإعلام الراس لو كانوا الأمريكان بيعترفوا بسلطة انتغالية مدنية ما كان بيخلوا البرهان واللي يطبع مع إسرائيل كان بيخلوا حمدوك ليس بيجيبوك كده زي وزي أي بيدق في النهاية كده يجيش هد كده يتكلم في متى؟ يقولون ما عندو أي دول ولا تأثير لو الأمريكان دعمين حكومتك المدنية تماماً ما تقولوا ليك والله أن إحنا دارين الإسلاميين يكونوا جزء من الخطة في المرحلة الجاية طيب انت بتقول لا عودة للكيزان المجتمع الدولي بقول ليك في عودة وناسك في الحرية التغيير جابوا الكيزان جابوا البرهان الكوزة بقوا رئيس مجلس السيادة عندك كلام مش تكلموا معاهم هناك حمدو الدين ما جابوا البرهان رئيس مجلس السيادة ولا جاب حمد تنايف رئيس مجلس السيادة جابوا لك ناس التعايشي وناس الفكي وناس حمدوك وناس وسامة داود وابراهيم الشيخ والدقير وصدق يوسف انت الحمد لله رب العالمين احنا رأينا كان واضح في القصة دي من بدايتها كويس؟ يلا تعالوا ويرونا الان لو المجتمع الدولي دا بيغديركم انتو كجحاتا بيخلي برهان هو كوز يمشي طبع مع اسرائيل المجتمع الدولي قال ليك انا داود جزء من الخط قال ليك لما نجيب البرهان معروف كوز ومعروف مطلوب للجنائية مسكوا جابوا خليوا يوقع دي رسالة واضحة لانه النازل بيكونوا جزء من المشهد الجاي انتو السياسة دي كده ولا غيروا اي جماعة وانتو ما تخلونا نحلل الواقع يا اخيو نحلل المنطق بس شكل واضح يعني الناس الفاتحة اللايف يا جماعة الناس تكتر من المشاركات اللايف دا تاني انضرب يا جماعة معلش اللايف دا انضرب للمرة الاخيرة اي زول يعمل معانا شير احتمال الصوت بيقطع لانه حتى النيسبة يمكن تختفي وهنا الصورة جامدة اللايف شير يا شباب اي زول معانا بسرعة اللايف شير يا جماعة بسرعة اللايف بنضرب اي زول معانا تم تم في خمسة تعليقات سريعة يا جماعة المشاركة اسفل الفيديو تحت بالعربي دوس عليها بتظهر جروباتك اضغط على جروباتك شارك اللايف في صفحتك في جروبات الواقع تخلو رسالتنا دي توصل اللي بيحصل دا مهزة لقوا فوضى شباب اختم بكلمة واحدة فلنقم الى ثورتنا يرحمون الله مواكب اصغاط هذه الحكومة ديل ديل ما بيمشوا بالكلام ده هم السلامة المواطنين انتهوا وسقطوا نحن موكب ساعات نسقطهم في امتى القحاتة استغيلوا براكم ما انتم كنتوا بيتكرروا غنيت اي من مو لما يقول الشعب يجاكم برسالة يحاكم احكم بعدالة موش بقول له احسن ترحل من غير فضيحة انتم الام هالكم مدارين تمشوا بالقصة دي ظلمة الايام بيناتنا والساعات بيناتنا بسرعة بسرعة الآن دايرين بعدها نحن نرجع لسورتنا لمواكبنا للاساتيقنا في الشارع وما في كادر حزبي يقول له رغود ما في نعرفهم نحن انت مالك كان ظهر بنقول ده كادر حزبي زيح من هنا في امتى؟ لا في ظل بيستخدم أساليبكم بتاعت العنف دي ولا التحريض ولا أساليب القراهية والجبن بتاعكم ده اه والكسرة وغيره ما في ظل بس بينزحك بقولك زيح مننا انت مازول كادر حزبي همشي سوي لك موكب من اللحزاب هناك كان قدرت جماعتك همشي همشي أعملوا من اللحزاب همشي دارين نعمل ثورتنا بشكل جديد خليم دي لسه في غيهم ده ها؟ مرقتكم انتم شباب مستغلين مواطنين سودانين بيتسجطون في لحظات اسمعوا الكلام ده اسمعوا الكلام ده ها؟ نحن اللي بنقول الكلام ده بنكون قدامكم في الموكب خلي الرصاص اختريق صدورنا أولا حتى بعد ذلك يجي للناس الغيرنا ما في كلام بنقوله هنا ساي يسقط الغحاتة يسقط حميتي يسقط برهان يسقط كل الخوان الآن ها؟ يسقط حمدوق يسقط تأليه الناس يلا شايفين؟ حمدوق ده لأنه الناس دلعوه ولأنه احترموا أكثر من الحد بيقاي يجيل أدب ذاته على الشعب يقولوا ليه والناس دي واقفة صوال عيش خليه وزراء يجيبوا معا والله يا اخي هم واقفين كل اليوم انت دك يجيبوا قلة أدب أنا افترض الشعب ما يكبال منك الشعب ما يكبال منك نهائيا ما وريتنا يا حمدوق جنوب كردوفان وين؟ على أي حال تحيات يا شباب جزاكم الله خير الناس تكتير المشاركات